اعلنت قوات الحكومة اليمنية سقوط قتل وجرح في صفوف قوات جماعة الحوثيين الارهابية في محافظة البيضاء وفاد موقع وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية سبتمبر نت أمس أن القوات الحكومية نفذت كمينا محكما جلوب جبل صوران في جبهة ناطا شمالي البيضاء أسفر عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي الحوثيين وأشار إلى أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبل البرك جنوب شرقي جبل صوران ما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صفوفهم